بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنبدأ حل الدرس الرابع من الباب الرابع من كتاب مندليف 20-23 الدرس الرابع من بداية التحليل الكهربي حتى نهاية قوانين فردي الدرس ده فيه اسئلة كتير جدا فاحنا هنقسمه على جزئين او ثلاث اجزاء الجزء الاول منهم اللي هنشرحه النهاردة باذن الله هيتعلق بالتحليل الكهربي للمصاهير والمحليل للمواد الالكتروليتية في البداية هعرض لك الوراقتين ثلاثة اللي هنشتغل منهم طول الفيديو التصورهم وقف الفيديو واخد صورة دلوقتي هنا كمان سكرينشوت وهنا كمان صورة التحليل الكهربي للمحليل التحليل الكهربي لمحلول كلوريد السوديوم التحليل الكهربي لمحلول كابريتات النحاسة 2 باستخدام قطبين من الجرافيت التحليل الكهربي لمحلول كابريتات السوديوم ومحلول كلوريد النحاسة 2 التحليل الكهربي لمحلول يوديد البوتاسيوم السؤال رقم واحد بيقول لي من اوجه التشابه بين الخلايا الجلفانية والخلايا الالكتروليتية لأن في كليهما الأند هو القطب الموجب والكاثد هو القطب السالب الكلام ده غلط الأند موجب والكاثد سالب ده في الخلية الإلكتروليتية أما الخلية الجلفانية العكس الأند هو القطب السالب والكاثد هو القطب الموجب سريان الإلكترونات في كليهما ناتج من تفاعل أجسادة واختزال تلقائي ده غلط تلقائي ده لو خلية جلفانية أما لو خلية إلكتروليتية بيبقى التفاعل غير تلقائي سريان الالكترونات بيكون في الدائرة الخارجية من الانود الى الكاثد دي معلومة صح لان الالكترونات بتتنقل من الاكسادة الى الاختزال وانا عارف ان الانود دايما بيحصل عنده عملية اكسادة سواء كانت خلية جيلفانية او الكتروليتية والكاثد دايما بيحصل عنده عملية اختزال يبقى طبيعي الكهرباء او الالكترونات تتنقل من الانود الى الكاثد يبقى الاجابة الصحيحة هي جيم كلاهما يحول الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية غلط اللي بيحول الكهرباء الكيمياء دي الخلية الإلكتروليتية أما الخلية الجلفانية العكس بتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية عن طريق تفاعل أكسادة واغتزال يحدث بشكل إيه؟ تلقائي السؤال رقم 2 أي من اختيارات الجدول التالي تعبر بشكل صحيح عن كل من الخلية الجلفانية والخلية الإلكتروليتية الخلايا الجلفانية القطبين بيكونوا مصنوعين دايما من المعدن والخلية التحليلية الأقطاب بتاعتها بتبقى دايما خاملة دي معلومة غلط ليه غلط؟ لأن الخلية التحليلية ممكن الأقطاب بتاعتها تكون خاملة وممكن تكون نشطة يعني ممكن تكون من الجرافيت أو البلاتين وممكن تكون من أي عنصر تاني زي الخرصين النحاس النيكل الفضة الدهب زي ما احنا شايفين أقطاب الخلية التحليلية ممكن تكون من مادة واحدة أو مادتين مادة واحدة زي كربون او بلاتين وممكن تكون من مادتين مختلفتين كربون وبلاتين نحاس خرصين يعني ممكن تكون مادة او مادتين وممكن تكون نشطة وممكن تكون ايه خاملة لما يقول لك قطبيني من الجرافيت او البلاتين اعرف اني اقطب ايه خاملة يبقى الاجابة الاولى دي غلط يتأثر الجهد الكل للخلية بتغير تركيز الالكتروليت المستخدم دي معلومة صح تركيز المحلول اللي احنا بنستخدمه ده لو واحد مولر دي اسمها الظروف القياسية لو نصف خلية الانود ونصف خلية الكاثد المحلول بتاعهم اتغير عن واحد مولر جهد الخلية بالكامل هيتغير واللا هيتخصص بعد كده في الكاميا هيدرس معادلة اسماها معادلة نيرنست المعادلة دي بتأسلك جهد الخلية في ظروف مش في الظروف القياسية او لو التركيزين مختلفين عن بعض يعني يبقى دي معلومة صح تختلف النواتج باختلاف مادة الانود المستخدمة دي معلومة صحة برضو النواتج بتاعت التحليل الكهربي بتتغير لو مادة الانود اتغيرت يعني مثلا انا استخدمت جرافيت او بلاتيم دي اقطاب خملة فطبيعي مش هيحصل لها عملية اكسادة ونشوف بقى الانيونات اللي عند الانود او الميا هي اللي يحصل لها عملية اكسادة طب افرد الانود نفسه مادة ناشطة يعني خرصين الامونيوم ممكن عادي يحصل له عملية ايه اكسادة لو جهد اكسادته اعلى من اللي بينفسه وهنفهمها النهاردة بالتفصيل يبقى دي معلومة صحي يبقى الاجابة الصحيحة هي بقى طيب نشوف الباقي تتحرك الالكترونات نحو القطب السالب خلال السلك انا عارف ان الالكترونات بتتحرك من الانود نحو الكاثد يبقى يتتحرك نحو الكاثد والكاثد ده هو القطب الموجب مش السالب في الخلية الجلفانية يبقى دي غلط بتحول الطاقة الكيميائية الى كهربية دي كمان غلط الخلية التحليلية بتحول الطاقة الكهربية الى كيميائية تمام نشوف الإجابة دال الخلايا الجلفانية بتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية دي معلومة صح الخلية التحليلية بتتحرك الأنيونات فيها نحو الكاثد غلط المفروض أن كل أيون بيتحرك نحو القطب المخالف لي في الشحنة الأنيونات هتتحرك نحو الأنود لأن الأنود ده قطب موجب في الخلية الإيه؟ التحليلية السؤال رقم 3 جميع ما يلي صحيح عن الخلايا الإلكتروليتية ما عدا يتصل الكاثد بالطرف السالب لمصدر الطيار الكهربي الكاثد هو القطب السالب في الخلية الإلكتروليتية اللي هي الخلية التحليلية دي صح إحنا قلنا الأقطاب إشارتها بتبقى عكس الخلية الإيه؟ الجلفانية تسير الإلكترونات في الدايرة الكهربية من الأنود إلى الكاثد إحنا قلنا دي مش هتفرق معايا خلية جلفانية من خلية إلكتروليتية لازم الإلكترونات تنقل من الأكسادة إلى الإختزال والأكساد دايما بتحصل عند الأنود والاختزال دايما بيحصل عند الكاثد بتحدث عملية فقد إلكترونات عند الكاثد دي معلومة غلط الكاثد يبقى يحصل عنده عملية اختزال وطالما اختزال يبقى عملية اكتساب إلكترونات مش فقد إلكترونات يبقى اختار الإجابة جيم تنتقل الأنيونات نحو الأنط دي معلومة صح لأن الأنيونات دي أيونات سالبة والأنط ده قطب إيه موجب والأيون بيروح ناحية القطب المخالف ليه في الإيه في الشحنة السؤال رقم 4 الإلكتروليت في الخلايا الإلكتروليتية قد يكون محلول أحد الأملاح صح مصهور لأحد الأملاح صح برضو محلول لأحد الأحماض أو القواعد صح يبقى الإجابة الصحيحة هي دال هتلاقيني كاتب لك المادة الإلكتروليتية السائلة اللي هنعمل لها تحليل كهربي ممكن تكون مصهور لأملاح أو محلول لحمضة أو قعدة أو ملح هي دي الثلاثة اختيارات اللي كان جايبهم لك أصلا يبقى الإجابة إيه جميع ما سبق السؤال رقم 5 أي من المواد التالية تسمح بمرور الطيار الكهربي دون حدوث تغير كيميائي أي مصهور أو محلول لو أنت مررت في طيار كهربي أكيد هيحصل تحليل كهربي أنيونات بقى نحو الأند وكاتيونات نحو الكاثد أو الميا يحصل لها أكسادة أو اختزال المهم هيحصل تغير كيميائي أكسادة أو اختزال إمتى ما يحصلش تغير كيميائي لو الكهرابة مشت في سلك الكابرتات نحاس 2 ده هيحصل تغير كيميائي وفي مصهور كلوريدن نحاس 2 هيحصل تغير كيميائي والماء المحمد هيحصل تغير كيميائي أما لو الطيار الكهرابي مش في سلك مصنوع من الفضة مش هيحصل تغير كيميائي عادي يعني كهرابة مش في سلك تمام؟ يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم السؤال رقم 6 أي من العبارات التالية صحيحة عن قطبي الخلايا الإلكتروليتية؟ قد يكونان من مادة واحدة أو كل منهما من مادة مختلفة لسه شايفينها من شوية في الورق صح قلنا الاثنين ممكن يكونوا نفس النوع أو نوعين مختلفين ممكن يكونوا أقطاب خاملة أو نشطة دي برضو معلومة صح وشرحناها القانود بيكون متصل بالقطب الموجب والكاثد متصل بالقطب السلب للبطارية ودي معلومة برضو صح في الخلية الإيه؟ الإلكتروليتية يبقى الإجابة الصحيحة هي دال جميع ما سبق السؤال الرقم 7 المواد التي توصل طيار كهربي عن طريق حركة أيوناتها هي موصلات؟ طالما بتوصل عن طريق حركة الأيونات يبقى دي مواد إلكتروليتية إلكتروليتية موجودة في الإجابة جيم طب تعالي تأكد المواد اللي بتوصل للطيار الكهربي عن طريق حركة الإلكترونات إلكترونات يبقى فيلزية أو إلكترونية يبقى فعلا الإجابة الصحيحة هي إيه؟ هي جيم هتلاقيني مقسم لك الموصلات الكهربية إلى نوعين إلكترونية أو فلزية أو إلكتروليتية لأيونية إلكترونية هي نفسها فلزية الكهرباء بتمشى عن طريق حركة الإلكترونات في السلك إلوى سلك النحاس مثلا ماشي فيه كهرباء إلكترونات موصلات إلكتروليتية لأيونية يبقى بتمنى عن طريق حركة الأيونات الأيونات دي في مينها نوعين؟ يا أيونات حرة تبقى في مصاهير يا أيونات مو ما هتكون في إيه؟ في محليل السؤال رقم 8 الأيونات الموجبة في المحلول الإلكتروليتي في الخلية الإلكتروليتية هتعمل إيه؟ أيون موجب يعني كاتيون أنا قلت الكاتيونات بتروح ناحية مين؟ الكاثد ويحصل لها عملية إيه؟ اختزال اختزال يعني عمل إيه؟ عمل مؤكسد طب اختزال يعني تفقد ولا تكتسب إلكترونات؟ تكتسب إلكترونات يبقى أيونات موجبة اللي هي كاتيونات هتروح ناحية الكاثد ويه؟ تختزل إحنا قلنا تروح ناحية الكاثود. أي يبقى عامل مؤكسد. هنا كاتب، عامل مختزل، يبقى ويحصل له اختزال، يبقى تكتسب إلكترونات. يبقى دي معلوماء ايه؟ صح. يبقى هيanoanorي يبقى تتعادل شحنتها بالأكتساب إلكترونات 거예요. يعني الإجابة الصحيحة هي So you can't reach those ويتمآن لك إنها وتتجه الكاتيونات ليه المجابة وممكن نسميها هاياونات الفقيرة بالالكترونات نحو قطب الكاثود ويحدث لها عملية اختزال وتعادل الشحنة بتاعتها عن طريق اكتساب ايه؟ الالكترونات السؤال رقم 9 في الخلايا الالكتروليتية اي الاختيارات التالية صحيحة عن قطب الانود؟ طالما هي خلية الالكتروليتية يبقى الانود هو القطب الموجب مش القطب السالب يبقى الاجابة يبقى يجيم وبيحصل عنده عملية اكسادة مش اختزال يبقى اكيد الاجابة الصحيحة هي بقى للبطارية السؤال رقم 10 اي المواد التالية تسمح بمرور الطيار الكهرابي دون حدوث تغير كيميائي؟ لسه حلين زيها حالا ساق من الالمونيوم اكيد صح الطيار الكهرابي لما يمشي في سلك الالمونيوم مش هيعمل اي تغير كيميائي لكن لو انا مررت الكهربة في محلول مركز من كلوريد السوديوم هيبدأ بقى يحصل عملية اكسادة واختزال ويحصل تفاعلات كيميائية وهندرسها دلوقتي بالتفصيل يبقى دي ما تنفعش مصهور بروميد الرصاص برضو هيحصل اكسادة واختزال انيونات نحو الانود كاتيونات نحو الكاثد الكحول الايثيل النقي ده مركب تساهمي دي مادة غير الكتروليتية طب وكده يا بصدر مش هيحصل طيار كيميائي طب اختره هو قال لي تسمح بمرور الطيار الكهرابي ده اصلا لا يسمح بمرور الطيار الايه؟ الكهرابي عشان يبقى يعمل تغير كيميائي ولا ما يعملش هو اصلا لا يسمح هتلاقيني كاتب لك لا يصلح محلول الكحول الايثيلي اللي وجايبه هنا وسكر الجولوكوس كمحلول الايكتروليت لانها لا تحتوي على اي اينات سواء كانت حرة الحركة او مماها تساعد في نقل الطيار الايه؟ الكهرابي السؤال رقم 11 في التجربة الموضحة بالرسم تم اختبار التوصيل الكهرابي لبلورات ملح بروميد السوديوم اللي هو كي بي آر دي مادة صلبة في بداية التجربة لم يضيء المصباح فتم اضافة كمية من الماء المقطر الى بلورات الملح مع التقليل فلوحظ اضاءة المصباح اي العبارات التالية تفسر بشكل صحيح ما حدث المادة الصلبة يعني لما الكي بي آر كان مادة صلبة الايونات اللي فيه كانت مقيدة الحركة مش حرة الحركة لما احنا ضفنا المياه بقت الايونات اسمها ايونات مماهة هيبدأ كل ايون يتحرك نحو القطب المخالف ليه في الايه؟ في الشحنة وهيبدأ يحصل منافسة عند الابطاب ونشوف دلوقتي مين هيكسب عند الانود ومين هيكسب عند الايه؟ الكاثر فبيقول لي التفسر الصحيح لللي حصل ان تحركت ذرات البوتاسيوم نحو الكاثر غلط احنا لما دوبنا الكي بي آر في المياه الكي دي اسمها ايونات البوتاسيوم مش ذرات البوتاسيوم تتحرك الالكترونات خلال محلول كي بي آر في وعاء التفاعل الالكترونات مش بتتحرك في المحلول الالكترونات بتتحرك في السلك يبقى السبب هو حركة الايونات مش الالكترنات جوه المحلول تتجه الايونات الممها في المحلول نحو الاقتاب المخالفة لها في الشحنة دي معلومة صح لما انا دوبت بقى الKBR في المياه هتتديني K مجب و BR سالم هنا A Q وهنا A Q هتبدأ بقى كل ايون يروح نحو القطب المخالف بقى في الشحنة تتجه الايونات الحرة في المحلول نحو الأقطاب المخلفة لها في الشحنة دي غلط أيونات حرة دي يعني مصهور أنا قلت لك أنا حطيت مية يبقى ده إيه محلول مش مصهور يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم السؤال رقم 12 قبل مشرح السؤال رقم 12 أنا هعمل شرحي سريع للتحليل الكهرابي للمصهير والمحليل بحيث نفهمه ونبدأ نطبق بقى لحد نهاية الفيديو لو جالك في الامتحان تحليل كهرابي لمصهور يبقى تأكد أن الأمور هتبقى سهلة جدا جدا مصهور يعني أنا عدي مادة صلبة المادة الصلبة ده هي ماقدرش عمل لها تحليل كهرابي زي NACL مثلا لأن الأيونات فيها مقيدة الحركة عشان تبقى حرة أو ممهة لازم أسخنها ودعوبها في مياه هو قال لي مصهور يبقى سخنة هتديني أيون موجب وأيون سالب الكاتيونات تروح ناحية الكاثد ويحصل لها اختزال والأنيونات تروح ناحية الأند ويحصل لها عملية إيه؟ أكسادة انت كده خلصت المصاهير يبقى أنيونات اللي هي الكولوريد تروح ناحية الأند وتفرغ الشحنة بتاعتها وتعادل الشحنة بتاعتها يتحول إلى جزيء متعادله يبقى 2CL سالب يبدلنا CL2 مع 2 إلكترون تيجي الكاتيونات بتاعت السوديوم تاخد الـ 2 إلكترون ده ويتكون السوديوم عند الإيه؟ الكاثد يبقى تصعد غاز الكولور عند الأند وتكون السوديوم عند الإيه؟ الكاثد طيب مصهور بروميد الرصاص المادة الصلبة معرفش عملها تحليل كهرابي حسر خانة تديلنا أي موجب وأي سالب أنيونات نحو الأند ويحصل لها عملية أكسادة يبقى تطلع أبخرة البروم عند الأند وكاتيونات الرصاص تكتسب الـ 2 إلكترون وتترسب على هيئة رصاص عند الكاثد تمام؟ السؤال اللي بعده؟ هيدريد السوديوم هتخلي بالك من المثال ده لأن هنا الهايدروجين بالسالب ومش بالموجب درست في تانية سنة والنهايدريدات الفيل الزات الهايدروجين فيها بيكون عادة تأكسوده سالب واحد مش موجب واحد وعشان كنت عمدت أجيب المثال ده يبقى هنا الكاتيون هو السوديوم والأنيون هو الهايدروجين يبقى الأنيونات هتروح ناحية الأند ويتصعد غاز الهايدروجين عند الأند ويتكون السوديوم عند الإيه؟ الكاثد نجي بال التعقيد قال لي بقى لو أنت تعمل تحليل كهرابي لمحلول مش مصهور قال لي ده يبقى أكثر تعقيدا من المصهير ليه عم؟ قال لي ما ومحلول يعني جبت المادة ودوبتها في مية المية بقى في الكيميا ممكن يحصل لها أكسادة وممكن يحصل لها اختزال يبقى أنت لازم تعرف معادلة أكسادة المية عند الأند المعادلة قدامك أكسادة أكسوجين يبقى تطلع غاز الأكسوجين مع 4 إتش موجب مع 4 إلكترون يبقى يصبح الوسط حامضي إتش موجبه عند الأند طب أنه جزء جوه المية اللي تأكسد حقيقي الأنيون ما هو الأنيون اللي بيروح ناحية الأند الأنيون اللي جوه المية اللي هو الهايدروكسيد وده المعادلة بتاعت أكسادة الهايدروكسيد اللي هي تعتبر نفس اللي فوقها بس أنا بفضل بتاعت المية كاملة لأنها بتوضح لك الغاز ونوع الوسط اللي هيتكون الحمد واللقادي والمية لو حصل لها اختزال هتطلع لي غاز الهايدروجين مع 2 أو إتش سليب يعني هيصبح الوسط قاعدي طب أنه جزء جوه المية اللي اختزل كاتيونات الهايدروجين ما هي كاتيونات نحو الكاثود نركز بقى في أهم معلومة هقولها النهاردة في الفيديو احتمالات التحليل الكهرابي للمحليل لما يقولك في الامتحان أن أنت عندك تحليل كهرابي لمحلول أنت عندك 3 احتمالات عند الأند واحتمالين عند الكاثود عند الأند ممكن أنيونات دي احنا عارفينها أنيونات نحو الأند وممكن مية من لسه إلك المية ممكن تتأكسب ومادة القطب إن لم يكن خاملا يعني مادة القطب نفسها ممكن يحصل لها أكسادة إلا لو قل قطبيني من الجرافيت أو البلاتين يبقى دي أقطاب خاملة يبقى شل احتمال التالت ده وعند الكاثود عندك احتمالين كاتيونات نحو الكاثود والمية ممكن يحصل لها اختزال تعال بقى عند الأند نشوف من يكسب المفروض يكون معاك بهود الاختزال بتاعت كل الأنيونات والمية بتاعت الكيمية طب دول مش معاك المفروض إن الأعلى في جهد الأكسادة هو اللي يحصل له أكسادة من التلاتة دول أو الأقل في جهد الاختزال طيب برضو عرفها إزاي؟ ريح دماغك لو لقيت الأنيون اللي عندك كولوريد بروميد يوديد يكسب يكسب مين؟ يكسب المية طب لو لقيت الأنيون ده لهو كولوريد ولا بروميد ولا يوديد يبقى المية هي اللي تكسب الكلام ده لو القطب إيه؟ خامل طب لو القطب نشط لا ده أشرح لك بالتفصيل كمان حسطين كده يان أو كمان فيديو أو اتنين يان طب عند الكاثد كاتيونات ومية مين يكسب؟ عند الكاثد بحصل اختزال يبقى لازم يكون جهد الاختزال عالي يبقى شوف جهد الاختزال بتاع المية عالي ولا الكاتيون طب أنا عرفها إزاي؟ لازم تشوف المية فين في السلسلة للأسف المية مش مكتوبة في السلسلة بتاعت كتاب الوزارة بس أنا عايزك تعرف مكانها المية مكانها ما بين المنجنيز والخرصين يبقى أي كاتيون هيجيلك في الامتحان فوق المية أكيد المية تكون تحته فالمية هيكون جهد اختزالها عالي فهي اللي تكسب أي كاتيون يجيلك تحت المية اللي هو من أول الخرصين وتحت لنهاية السلسلة الكاتيون ده هو اللي يكسب طبعا كتر الحل هو اللي هيفهمك وزي ما انت شايفه المية ما بين المنجنيز والخرصين بس السلسلة دي مش اللي عليك في الكتاب يعني عموما يعني يبقى اي حاجة تحت المية اللي هو خرصين كروم تمام اللي هو حديد كاديميوم كوبالتنيكل رصاص اللي هو اس ان سي يو اي حاجة تحت المية تكسب المية اي حاجة فوق المية المية هي اللي تكسب ماقول لجهد اختزاله اعلى هو اللي يكسب عنده الكاثوت لانه يحصل له اختزال الكلام اللي انا بشرح لك ده لو المحلول مركز طب افرد مخفف جدا هي مش موجودة في الكتب الخارجية هي موجودة سؤال بس على بنك المعرفة ولو طبعا تفسير علمي لو المحلول مخفف جدا تمام المية اللي هتكسب الانيون حتى لو الانيون ده كولوريدو بروميدي يعني فاهمين هو كده كده المية اللي ايه اللي هتكسب ده لو المحلول مخفف جدا طب ما قال ليش مخفف ولا مركز اعتبره مركز يقول للمحلول اللي بتجيلك ايه مركزة كتر الحل هيفهمنا انا قلت لك الاساس اللي هنمشي عليه دلوقتي نرجع للسؤال 12 الشكل التالي يوضح خلية تحليلية ذات اقطاب خاملة وبعد بدء التجربة اضاء المصباح وتجمعت فقعات غازية عند القطبين ما هو احتمال المادة اكس هو بيقول لي ان عند الانود وعند الكاثد اتكون غاز يعني غاز عند القطبين تعال نشوف ده محلول هنا الاقطاب جرافيت يبقى الغيهل يا كربون يبقى عند الانود عند احتمالين كابريتات ومية وعند الكاثد عند احتمالين نحصه ايه ومية من اللي يكسب هنا كابريتات ولا مية انا قلتلك لو الانيون كلوريد بروميد يوديد يكسب المية الكابريتات ما هيش لكلوريد ولا بروميد ولا يوديد يبقى المية هي اللي تكسب المية لما تكسب عند الانود هيتصاعد غاز الاكسوجين مع اربعة اتش موجب مع اربعة الكترون يبقى تصاعد غاز الاكسوجين عند الانود نحصه مية من يكسب اللي تحت المية يكسب النحاص تحت المية جهد اغتزاله اعلى من المية أنا قلت لك من أول الخرصين ونازل يكسب المية يبقى النحاس هنا هو اللي يكسب يبقى كاتيونات النحاس اتنين هتكتسب اتنين إلكترون ويديلنا سي يو يبقى سي يو صلب يبقى ما طلعش غاز عند الكاثد هو بقول لي هنا طلع غاز عند القطبين يبقى ما ينفعش اختار دي طيب تعال نشوف هنا كلوريد السوديوم أنا عندي عندي الأند كلوريد ومية وهنا سوديوم ومية ما هو ده بقول لي محلول من يكسب كلوريد ولا المية؟ الكلوريد يكسب المية ويديلنا سي ال تو ده غاز الكلور يبقى يتصاعد غاز الكلور عند الأند سوديوم ومية من يكسب المية زي ما انت شايف هو سوديوم ومية المية تحت هي اللي تكسب أما دول كلهم يخسروا من المية اللي تحت المية بس هو اللي يكسبها يبقى المية هي اللي تكسب ويحصل لها عملية اختزال ويتصاعد غاز الهايدروجين عند الكاثد يبقى طلع لغازين عند الأند وعند الكاثد يبقى الإجابة الصحيحة هي باء لو انت عايز تشوف الكلام ده بشكل منظم شوف الصورة اللي قدامك دلواتي او ادى كابريتات النحاس اتنين عند الانوت بحصل اكسادة عند ثلاث احتمالات كابريتات ومية وقضب هلغي القضب لانه خامل كابريتات ومية المية اللي تكسب المية لما تكسب يحصل له عملية اكسادة ويتصعد غاز الاكسوجين ويصبح الوسط حامضي عند الكثط يحصل اختزال وعند احتمالين كاتيونات ومية النحاس تكسب النحاس يكسب المية ويحصل له عملية اختزال ويترسب النحاس عند الكثط لما تيجي تجمع التفاعلين شل 4 إلكترون مع 4 إلكترون هيدلنا 2H2O مع 2CU موجب 2 يدلنا O2 مع 2CU مع 4H موجب هتلاقي هنا 4 موجب على يمين و4 موجب على الشمال حطلهم أيون متفرج اللي هو موجود في المسألة عشان تصبط شكل المعادلة السلب الوحيد عندي عشان يعادل الموجب ده في المسألة هو الكابريتات حط كابريتات هنا وهنا هتلاقي فجأة المعادلة بقى شكلها كويس معاك كده ليه كابريتات النحاس 2 لما عملت له تحليل كهرابي تصاعد غاز الأكسوجين عند الأند وترسب النحاس عند الكاثد وأصبح الوسط حامضي لتكون حمض الكابريتيك وهذا بتاعت كلوريد السوديوم عند كلوريد ومية وقدم من يكسب؟ الكولوريد يكسب ويتصاعد غاز الكولوري عند الأند عند الكاثد كاتيوناتو مية سوديوم ومية من يكسب؟ المية المية اللي تكسب ويحصل لها اختزال ويتصاعد غاز الهيدروجين ويصبح الوسط إيه قاعدي شل 2 إلكترون مع 2 إلكترون اجمع 2Cl مع 2H2O يبدلنا CL2 مع H2 مع 2H سالب هتلاقي 2H سالب على يمين وعالشمال حطولهم 2 مجب هنا وهنا اللي هو 2 سوديوم هتلاقي شكل المعادلة بقى مظبوط يبقى أنت عملت تحليل كهرابي لمحلول كولوريد السوديوم فتصاعد غاز الكولور عند الأنود وتصاعد غاز الهايدروجين عند الكاثد وأصبح الوسط قاعدة لتكون هيدروكسيد الإيه السوديوم انت كنت بادئ بكولوريد سوديوم اللي هو ملح متعادل يبقى البي إتش بتاعته ب7 نهيد بإنه وإتش اللي هي قاعدة يبقى البي إتش بيت أكبر من إيه من 7 كحول إيثيلي ده أصلا مش يحصله تحليل كهرابي مصهور بروميد السوديوم هنا مصهور أنيونات نحو الأنود كاتيونات نحو الكاثد يبقى هتتصاعد أبخرة البروم عند الأنود ويتكون السوديوم عند الكاثد يبقى هنا طلع أبخرة أو غاز عند قطب واحد بس مش قطبين أتمنى تكونوا فهمتوا بالتفصيل اللي أنا قلته عشان نحل بعد كده أسرع شوية في خلية التحليل الكهرابي لمحلول كولوريد النحاسة نيم قال لي محلول يبقى فيه مية إتش تو أو إتش تو أو باستخدام قطبين من الجرافيت عند الأنود أنا عندي 3 احتمالات أنيونات ومية وقطب هلغي القطب لأنه جرافيت بعد كولوريد ومية من يكسب الكولوريد يبقى التفاعل اللي يحصل عند الأنود هو أكسد الكولوريد من الكولوريد؟ هل جيم ولا دال؟ لا دال أنيونات الكولوريد هتعادل شحنتها وتتحول إلى CL2 مع 2 إلكترون فقدت إلكترونات وعرضت أكسد زاد أكسد عند الكاثد نحاس ومية من يكسب النحاس لأنه تحت المية كاتيونات النحاسة يحصل لها عملية اختزال ويترسب النحاس عند الكاثد يبقى فعلا الإجابة دال السؤال رقم 14 أي التغيرات التالية تحدث بعد فترة من إجراء عملية التحليل الكهرابي لمحلول كابريتات النحاس 2 لسه شرحنا حالا بالتفصيل باستخدام أقطاب من البلاتين ومرور طيار كهرابي ثابت الشدة طيب أنا عندي هنا كابريتات ومية وعندي نحاس ومية لأنه محلول والقطب بلاتيني يعني خامل هنلغيه من اللي يتأكسد كابريتات ولا مية؟ المية لأن الأنيون ده مش كلوريد ولا بروميد ولا يوديد المية لما بتتأكسد بيتصاعد غاز الأكسوجين عند الأند مع 4 إتش موجب مع 4 إلكترون عند الكاثد من اللي يحصل له عملية اختزال كاتيونات النحاس هي اللي تكسب المية مع 2 إلكترون ويدلنا سيو صلب يتصاعد غاز الأكسوجين عند القطب السالب الأكسوجين تصاعد عند الأند والأنود هو القطب الموجب مش السالب يبقى دي غلط تظل كتلة القطب الموجب سابتة القطب الموجب اللي هو الأند الأند هو مين؟ البلاتين كتلته هتفضل سابتة ولا لأ؟ آه هتفضل سابتة مش هيحصل له حاجة يبقى الإجابة الصحيحة هي باء تتصاعد عنده غاز بس تقل كتلة القطب السالب القطب السالب اللي هو مين؟ اللي هو الكاثد لا كتلته مش هتقل لا يحدث تغير في لون المحلول لا طبعا لون المحلول هيقل جدا لأن كاتيونات النحاسة 2 اللي لونها أزرق بتبدأ تدفع الفاتو استهلك فالتركيز بتاعي يقل فاللون يقل؟ يقل السؤال رقم 15 عند تحليل مصهور مصهور يعني سهل أنيونات نحو الأند كاتيونات نحو الكاثد المصعد هو الأند والمهبط هو الكاثد يلا أنيونات اللي هي الكولوريد هيحصل لها عمليات أكسدة وكاتيونات السوديوم هيحصل لها عمليات إيه؟ اختزال يبقى الإجابة الصحيحة واضحة جدا هي باب الكولوريد حصل له عمليات أكسدة وكاتيونات السوديوم حصل لها عمليات إيه؟ اختزال السؤال رقم 16 الشكل المقابل يعبر عن خليتين تحليليتين متصلتين معنا على التوالي أقطابهما من الجرافيت يبقى أقطاب خملة وموصل ده بالطرف الموجب يبقى ده سالب يبقى ده موجب يبقى ده سالب يبقى ده الأند وده الكاثد والموجب ده أند والسالب ده كاثد لأن ده خلايا تحليلية وحضط لي هنا محلول كلوريد السوديوم وهنا محلول كلوريد النحاس 2 طيب تعال نشوف تعال نحلها بالكامل أنا عندي هنا كلوريد السوديوم الأنيونات والمية كلوريد ومية من يكسب الكولوريد يبقى يتصاعد غاز الكولور عند الأنود سوديوم ومية من يكسب المية المية لما بتكسب عند الكاثد يتصاعد غاز الهايدروجين ويصبح الوسط قاعدي اللي هو أوقتش سالب حول الكاثد هنا أنيونات ومية من يكسب كلوريد ومية الكولور يكسب يبقى سيء التوب هيتصاعد عند الأنود نحاس ومية من يكسب النحاس يبقى كاتيونات النحاس هتختزل وتترسب على هيئة نحاس عند قطب الكاثر التفاعل الحادث عند القطب هو وجايب لي أكسات النحاس لا ده هيحصل اختزال لكاتيونات النحاس تترسب على هيئة زرات نحاس يبقى كاتيونات النحاس هتختزل إلى زرات مش تتأكسد يبقى دي غلط يترسب السوديوم عند القطب سي عند القطب سي بيتصاعد غاز الهيدروجين يبقى دي غلط يتصاعد الهالوجين اللي هو الكولور عند القطب B فقط يبقى غلط لا هو طلع عند القطب B وعند القطب D يتصاعد غاز الهيدروجين عند القطب C فقط فعلا احنا كتبني ان غاز الهيدروجين تصاعد عند القطب C فقط يبقى الاجابة الصحيحة هي دال السؤال رقم 17 اي من المواد التالية عند تحليلها كهربيا باستخدام اقطاب خاملة نحصل على غازات عند كل من الانود والكثب محلول كابريتات النحاس 2 اول ما يقول لي محلول يبقى فيه مية عند الانود ومية عند الكثب هنا كابريتاته مية من يكسب المية المية تكسب ويتصاعد غاز الاكسوجين عند الانود ماشي طلع غاز عند الانود نحاسه مية من يكسب لان نحاس ويترسى بالنحاس عند الكثب يبقى ما طلع ليش غاز عند الايه الكثب يبقى دي غلط وعايز غاز عند القطبين مصهور كولوريد السوديوم مصهور يبقى سهلة أنيونات نحو الأنود كاتيونات نحو الكاثود يبقى يتصاعد غاز الكولور عند الأنود ويتكون البوتاسيوم عند الإيه؟ الكاثود يبقى يتصاعد غاز الكولور عند الأنود ويتكون البوتاسيوم عند الإيه؟ الكاثود الكولور ده غاز لكن هل البوتاسيوم غاز؟ لا يبقى ما تصاعدش غاز عند القطبين نطرات الفضة دي محلول يبقى حط مية؟ مية واشوف مين يكسب نطراته مية لا المية اللي تكسب ويتصاعد غاز الاكسوجين عند الانود تمام فضة ومية لا الفضة اللي تكسب ويترسب الفضة عند الكاثود يبقى ما طلع ليش غاز عند القطبين ماء محمد بحمض الكابريتيك المخفف حمض الكابريتيك اللي هو H2SO4 عندك H موجب وعندك SO4 سلب 2 انت معك هنا مية ومعك هنا ايه مية كابريتات ومية من يكسب المية يتصاعد غاز الاكسوجين عند الانود هيدروجين ومية من يكسب الهايدروجين تحت المية فالهايدروجين يكسب ويطلع غاز الهايدروجين عند الكاثود يبقى طلع غاز عند القطبين يبقى الاجابة الصحيحة هي G السؤال رقم 18 عند تحليل محلول من KCL كهربيا باستخدام اقطاب خملة انا عندي K موجب وسيل سالب وبيقول لي محلول يبقى حط هنا مية وهنا مية واشوف مين يكسب انا عندي ثلاث احتمالات عند الانود شلت منهم احتمال لانه قال لي اقطاب ايه خملة كلوريد ومية لا الكولوريد يكسب ويتصاعد غاز الكلور عند الانود بوتاسيوم ومية لا المية هي اللي تكسب البوتاسيوم فوق المية المية لما تكسب عند الكاثود بتطلع غاز الهايدروجين مع اتنين OH سالب يعني الوسط بيبقى ايه قاعدي فبيقول لي يكون المحلول الناتج قاعديا مع تصاعد غازات اه قاعديا اللي هي OH مع تصاعد غازات اللي هو H2 وسيل 2 يبقى الاجابة الصحيحة هي الف السؤال رقم 19 اي المحليلة التالية لا يمكن منها الحصول على غاز الهايدروجين عند التحليل الكهربي لمحلولها باستخدام اقطاب من الجرافيت قل لي ماينفعش احصل منها على هيدروجين طالب زاكي كده يقول لي ايه يقول لي هو الهايدروجين بنحصل عليه ازاي اصلا لو المية حصل الله علية اختزال اشوف امتى المية ما يحصل لهاش اختزال المية ما يحصل لهاش اختزال لو الكاتيون تحت المية السوديوم فوق المية المية لا تكسب الليثيوم فوق المية المية اللي تكسب الماغنيسيوم فوق المية المية اللي تكسب الفضة تحت المية يبقى الفضة هي اللي تكسب يبقى هيترسب الفضة عند الكاثد يعني المية مش هيحصل لها اختزال يبقى مش هيتصاعد غازل ايه؟ الهايدروجين يبقى الإجابة الصحيحة هي باء لو عايز يحلها بسرعة ايام يبقى أول مثال المية يحصل لها اكسادة واختزال اللي هو كابريتات السوديوم ونطرات الليثيوم المية يحصل لها اجسادة واختزال ونطرات الماغنيسيوم المية يحصل لها اجسادة واختزال نطرات الفضة المية يحصل لها اجسادة بس كاتيونات الفضة يحصل لها عملية ايه؟ اختزال السؤال رقم 20 الخلية التي يزداد فيها تركيز المحلول بانتهاء عملية التحليل الكهرابي عند استخدام اقطاب خاملة تحتوي على محلول انتو عارفين ان اي محلول في الكيميا بيبقى مزاب ومزيب لما أنا أقولك إن المحلول بقى مركز معناها إن المية اللي جوهة قلت إمتى المية تقل لو حصل لها أكسادة واختزال دور على محلول المية يحصل لها أكسادة واختزال وقاعدة بتتبخر مش تتبخر يعني بتتحول لغازات تمام فالمية كميتها بتقل والمزاب زي ما هو فيبقى كده معناها إن المحلول بيبقى أكثر تركيزا يعني بيبقى مركز أكتر كولوريد السوديوم هنا الكولوريدا يحصل له أكسادة مش المية كابريتات نحاس النحاس يحصل له عملية اختزال لكاتيونات النحاس مش المي كاتيونات الفضة هنا يحصل لها عملية ايه اختزال تكسب المي اما كابريتات البوتاسيوم كابريتات ومي المية تكسب بوتاسيوم ومي المية تكسب طالما المية كسبت هنا وهنا يبقى المحلول بقى ايه مركز يبقى الاجابة الصحيحة هي دال اشرح لكم مثال عليها بالتفصيل عشان تفهموها تعال اشوف مثلا المثال اللي قدامك ده التحليل الكهرابي لمحلول كابريتات السوديوم باستخدام قطبين من الجرافيت كابريتات السوديوم دي مادة صلبة لا يمكن اقدر عملها تحليل كهرابي لان الايونات مقيدة الحركة حطت عليها مية دابت في المية عملت محلول بقى عندي ايونات موجبة وايونات سالبة عندي الانود عندي ثلاث احتمالات انيونات ومية وقد كابريتات ومية القطب خاملها الغيء المية تكسب الكابريتات فيحصل لها عملية اكسادة ويتصاعد غاز الاكسوجين عند الانود ويصبح الوسط حامضي عند الانود يعني حول الانود ويفقد اربع الكترونات عند الكاثود هيحصل اختزال عند احتمالين كاتيونات ومية سوديوم ومية المية هي اللي تكسب مين؟ السوديوم لانها تحته فهي اللي جهد اختزالها اكبر المية لما يحصل لها اختزال يتصاعد غاز الهايدروجين ويصبح الوسط قاعدة حول الكاثود لما تجمع المعادلتين هيطلع معاك 2H2O يبدلنا 2H2O مع O2 معناها ان المية قاعدة بتختفي ويحصل لها اكسادة واختزال واتلاحظ ان كمية غاز الهيدروجين اللي طلعت ضعف كمية ايه الاكسوجين هتلاقي انك اتبلك اصبح المحلول مركزا في نهاية التحليل لان المية كميتها قلت لان حصل لها اكسادة واختزال امال فايدة كابريتات السوديوم دي ده ما عملتش حاجة خالص ما هي دي اللي ساعدت على نقل الطيار الكهرابي ما تدرس قبل كده في الباب الثالث ان الماء الكتروليتي ضعيف هيوصل زي الكهرباء السؤال 21 عند التحليل الكهرابي لخليتين تحليليتين الخلية الاولى بتحتوي على كابريتات النحاس 2 بين اقطاب من الجرافيت والتانية بتحتوي على محلول كولوريت بوتاسيوم بين اقطاب من الجرافيت عايز قيمة البي اتش لهم بعد حدوث عملية التحليل الكهرابي طيب تعال نشوف هنا محلول يبقى حط مية ولسه حالنا النهاردة يجي تلات اربع مرات مية مية كابريتات ومية من يكسب المية هي المية لو حصل لها عملية اكسادة بتتصاعد غاز الاكسوجين مع اربعة اتش موجب مع اربعة الكترون يبقى اصبح الوسط حامدي وهنا كاتيونات النحاس هي اللي تكسب المية ويحصل لها عملية اختزال ويترس بالنحاس عند الكاثر المهم الخلية ده تبقى ايه في الاخر حامضية لانها يتكون حمض الكابريتيك وش رحتها لك قبل كده في الورق وطالما تكون حمض يبقى البي اتش هتقل هتقل مش موجودة عندي الا في الاجابة باق تمام طيب عايز اتأكد محلول كلوريد البوتاسيوم محلول يعني في مية حط مية عند الانيونات ومع الكاتيونات وشوف مين يكسب كلوريد ومية لا الكلوريد يكسب الكلوريد يكسب ويتصاعد غاز الكلور عند الايه الانود مع اتنين الكترون بوتاسيوم ومية مين يكسب لا المية لان جهد اختزال المية اعلى من البوتاسيوم المية لما يحصل لها عملية اختزال بتطلع لغاز الهايدروجين مع 2OH سالب ما احنا قلنا في بداية الفيديو معادلات الأكسادة والاختزال بتاعة المية يبقى طلعت لوسط A قاعدي يبقى الBH هاتزيد فعلا كتب لإيه تزداد السؤال 22 تم إجراء عملية التحليل الكهرابي لمحلول كابريتات النحاس 2 باستخدام أقطاب ملجرافيت ومصدر كهرابي في رحنا النهاردة 6-7 مرات كابريتات وبقول لي محلول يبقى مية وهنا مية ماشي كابريتاته مية من يكسب المية المية لو كسبت هيتصاعد غاز الأكسوجين عند الأند ويصبح الوسط حامدي نحصه مية من يكسب كاتيونات النحاس هتكتسب الاثنين إلكترون ويترسب النحاس حول الكثب بيقول لي عند القطب الموجب اللي هو الأند إلا يحصل قلنا هيتصاعد غاز الأكسوجين يبقى تتجمع فقاعات من غاز عديم اللون اللي هو غاز الأكسوجين يبقى الإجابة هتكون يا ألف يبقى المحلول الإلكتروليتي هل لونه مش هيتغير ولا هيبدأ لونه يختفي هيبدأ لونه يختفي لأن كاتيونات النحاس 2 انت عارف أن لونها أزرق وبدأ يحصل لها عملية اختزال فبدأت تتفعل فتستهلك فتركزها يقل فاللون يقل يبقى بيبدأ يختفي اللون الإي الأزرق أو يبهى والقطب السالب اللي هو الكاثود هيبدأ يترسب عليه النحاس فتزداد كتلة قطب الإي الكاثود يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف السؤال 23 بالتحليل الكاثرابي لمحلول مركز من ال NACL باستخدام أقطاب من البلاتين يبقى أقطاب خملة بيقول للبي إتش يحصل له إيه طيب أنا عندي كولوريد ومية وعندي سوديوم ومية نشوف مين يكسب الكولوريد ولا المية الكولوريد أقول له 2 CL سالب هيتأكسب يدلنا CL2 مع 2 إلكترون يبقى يتصاعد غاز الكلور عند الأنض سوديوم ومية من يكسب المية المية اللي يحصل لها عملية اختزال ويتصاعد غاز الهايدروجين عند الكاثود مع 2 O H سالب يبقى المحلول بقى إيه قاعدي يبقى البي إتش يحصل لها إيه تزيد حتى قلت لك في النهاية هيكون N-E-O-H وهو بدأ بـ N-A-C-L يعني كان بدأ بمتعدل ونهب إيه بقاعدة وش رحت لك في الورق من شوية السؤال 24 الشكل المقابل يوضح عملية التحليل الكهرابي لمحلول K-I باستخدام قطبين من الإيه من الجرافير ده القطب الموجب اللي هو الأند وده القطب الإيه السالب اللي هو مين الكاثود عند الأند أنا عندي أنيونات اللي هي اليوديد وعندي مية وعندي الكاثود عندي كاتيونات اللي هو الكيموجب وعندي مية نشوف من يكسب يوديد ومية من يكسب اليوديد إحنا قلنا كلوريت بروميد يوديد يكسب يبقى هيطلع أبخرة اليود عند الإيه عند الأند بس الأبخرة دي الطالما هي موجودة في محلول هدوب وتعمل لي لون بني انت عارف ان المحلول بتاع اليود بيبقى لونه إيه؟ بني يبقى يتلون المحلول باللون البني عند الإيه؟ عند الألود انت عارف ان اليود لونه بني من الباب التاني كمحلول الكاثوت كاتيونات ومية بوتاسيوم ومية من يكسب؟ المية المية اللي يحصل لها عملية اختزال ويتصاعد غاز الهيدروجين ويصبح الوسط إيه؟ قاعدي يبقى يتصاعد غاز الهيدروجين عند الكاثوت يبقى الإجابة الصحيحة هي باء السؤال 25 عند التحليل الكهربي لمحلول بروميد البوتاسيوم اللي هو كي بي آر محلول يعني معاه مية هنا اتش تو او وهنا اتش تو او بيقولي التفاعل اللي يحصل عند المصعد اللي هو الألود عند الألود أنا عندي ثلاث احتمالات أنيونات ومية وقضب هو بقولي أقطاب خملة يبقى أنيونات ومية بروميد ومية من يكسب؟ البروميد احنا قلنا كولوريد بروميد يوديد يكسب يبقى البروميد هيتأكسد ويتحول إلى بي آر تو مع اتنين إلكترون يبقى الإجابة الصحيحة هي باء السؤال 26 في الشكل المقابل وبعد إجراء عملية تحليل كهربي لمحلول حمض الكابريتيك المخفف أي العبارات التالية صحيحة علميا لسه شرح حالك حالا بس اتعالي نشرحه عن طريق كتاب مثلا أنا عندي عندي الأنود أنيونات ومية حمض الكابريتيك اللي هو اتش تو اس أو فور الأنيونات اللي هي الكابريتات ومعايا مية ومعايا قطب إيه خامل إلغيه كابريتات ومية من يكسب؟ المية المية يحصل لها إكسدا ويطلع غاز الأكسوجين مع 4 اتش موجب مع 4 إلكترون جميل وعند الكاثود عندي حاجتين كاتيونات ومية الكاتيونات اللي هي الهايدروجين والمية اللي يكسب الهايدروجين لأنه تحت المية هيحصل له عملية اختزال ويتصاعد غاز الأيه الهايدروجين تسوي عدد الإلكترونيات المفقودة بالمكتسرة وتجمعهم مع بعض هيطلع لك في الآخر 2 اتش تو أو يدلنا أو تو مع 2 اتش تو يعني طلع حجم غاز الأيه الهايدروجين ضعف حجم غاز الأكسوجين لأن هنا 2 مول وهنا 1 مول وخلي بالك أن الـ 4 اتش اللي طلعوا هنا استهلكوا هنا فتعتبر عدد مولاد حمض الكابريتيك تقريبا ثابت يبقى المعادلة الكلية 2 اتش تو أو هيدلنا 2 اتش تو مع أو تو والأكسوجين دا كان تصاعد عند الأنود والهايدروجين كان تصاعد عند الكاثود بيقولي تكون النسبة بين حجم غاز الأكسوجين إلى حجم غاز الهايدروجين 2 لواحد يعني الأكسوجين 2 والهايدروجين 1 أقول له غلط العكس تتجمع فقاعات من غاز الهايدروجين عند القطب الموجب أنا أقالي الهايدروجين تصاعد عند الكاثود اللي هو القطب السالب يبقى دي غلط وبعدين واضح جدا نبصوا كده الحجم بتاع دا ضعف الحجم بتاع دا يبقى كده دا 2 اتش تو وده ايه وده أو 2 أو الهايدروجين طالع عند القطب الايه السالبة والأكسوجين طالع عند القطب الايه الموجب تتأكسد جزيئات الماء مكونة غاز الأكسوجين فعلا المية كان حصل لها أكسادة عند الأنود وطلعت غاز الايه الأكسوجين قال لي يتصاعد غاز الاكسوجين عند القطب السالب للبطارية لأ دا وطلع عند القطب الايه الموجب اللي هو الأنود يبقى ديه كلام ايه غلط يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم السؤال 27 الشكل التالي يوضح عملية التحليل الكهربي لمحلول مجهول Y باستخدام أقطاب خاملة المحلول دا بعد ما عملنا له تحليل كهربي طلع لغزو عند الأنود وعند الكاثر وزي ما انتو شايفين الغزو نزل المية لتحت عمل إزاحة للماء لأسفل وزي ما انتو شايف برضو إن حجم الغاز هنا نفس حجم الغاز هنا تعال نشوف بقى إيه المادة اللي عملنا لها تحليل كهربي أولا أنا هلغي الكحول الإيثيلي دا أساسا ما بيوصلش للكهرباء كابريتات النحاس اتنين قلناها النهاردة مئة مرة كابريتاته مية ونحاسه مية كابريتاته مية من يكسب؟ المية تكسب ويتصاعد غاز الأكسوجين عند الأنود مع 4 إتش موجب مع 4 إلكترون يبقى تصاعد غاز الأكسوجين عند الأنود ماشي؟ لكن هل في غاز تصاعد عند الكاثد؟ لا دا النحاس هو اللي كسب وترسب النحاس عند الكاثد يبقى دي أكيد غلط كولوريد السوديوم أنا عندي هنا محلول يبقى هنا مية وهنا مية كولوريد ومية من يكسب؟ الكولوريد يبقى يتصاعد غاز الكولور عند الأنود ويفقد 2 إلكترون سوديوم ومية من يكسب؟ المية هي اللي هتختزل ويتصاعد غاز الهايدروجين عند الكاثد مع 2 إتش إيه سالب هتلاحظ هنا أن نطلع لك 1 ملم الكولور كغاز و1 ملم الهايدروجين كغاز عايز تتأكد أكتر شوف كده بالوزن مظبوطة أنا عندي هنا 2 سي إل سالب هيتحول إلى سي إلتوه مع 2 إلكترون وعند هنا الكاثد سوديوم ومية من يكسب؟ المية 2 مية مع 2 إلكترون يبقى لنا إتش توه مع 2 أو إتش سالب شل 2 إلكترون مع 2 إلكترون وهتجمع المعادلة تلاحظ لك 1 ملم الغاز ده مع 1 ملم الغاز ده عند الأنود وعند الكاثد فيبقى أكيد هي ده اللي يقصدها يبقى الإجابة الصحيحة هي بقى طب ليه ما تنفعش جيم؟ أصل الماء المحمد بحمض الكابريتيك أو الحمض المخفف ما هو ماء محمد وحمض مخفف عادي تمام؟ هنا بقى كابريتات ومية المية لا تكسب وهنا هيدروجين ومية الهايدروجين اللي هيكسب طب يا مستر ما أطلع غاز هنا وعند الأنود وعند الكاثده إحنا قلنا في الحالة دي هيبقى الهايدروجين ضعف الأكسوجين كحجم عمر الرسم ما كانت تتبقى كده مش فاهمين ورها لنا تاني كده في الكتاب ده التحليل الكهرابي للماء المحمد أو الحمض المخفف شايفين الرسمة بتاعته عامل إزاي؟ هنا الحجم بتاع غاز الهايدروجين ضعف حجم غاز الأكسوجين طب تعالى شوف كده من اللي حصل له أكسيدة واختزال أنا عندي كابريتات ومية قلنا مين هيكسب؟ المية هيطلع غاز الأكسوجين عند الأنودة طب هيدروجين ومية من يكسب؟ كاتيون الهايدروجينة هيختزل لما تيجي توزن المعادلة عشان تساوي عدد الإلكترونات المفقودة بالمكتسبة وتجمع المعادلتين هتلاقي عندك هنا طلع اتنين اتش تو وهنا إيه؟ أو تو يبقى دي كمان إيه؟ غلط يبقى الإجابة الصحيحة هي باء السؤال 28 أثناء عمليات التحليل الكهربي للماء المحمد بحمض الكابريتيك المخفف لسه إلينا حالا اللي هي الصورة اللي لسه مرهلك في الكتاب يلا حمض الكابريتيك انت عندك اتنين اتش موجب وعندك اس اوفور سلب اتنين ده حمض الكابريتيك حط هنا مية وحط هنا مية كابريتات ومية مين يكسب؟ المية هيتصاعد غاز الأكسوجين عند الأنود مع اربعة اتش موجب مع اربعة إلكترون يبقى يتصاعد غاز الأكسوجين ويصبح الوسط حامضي تطور عليها لان طلعت لأتش موجب يتصاعد غاز الأكسوجين ويصبح قاعدي غلط أكسوجين ويصبح حامضي يبقى كده الإجابة ايه؟ جيم طب هنا عند الكاثد اللي يحصل له عملية اختزال هو كاتيون الهايدروجين ويتصاعد غاز الهايدروجين عند الايه؟ عند الكاثد السؤال 29 بيعمل تحليل كهربي بس هي مش واضح هنا في الكتاب انا اكتبالك بخط كبير NA2SO4AQ اللي هي محلول كابريتات السوديوم يلا تعال نشوف انا عندي NA موجب وعندي SO4 سليب 2 وهنا مية وهنا مية لانه قال لي AQ يعني محلول كابريتاته مية المية اللي تكسب ويتصاعد غاز الأكسوجين عند الانود مع 4 اتش موجب مع 4 الكترون سوديوم ومية المية برضو هي اللي تكسب ويتصاعد غاز الهايدروجين عند الكاثد مع 2 اتش ايه؟ سالب يبقى يتصاعد غاز الأكسوجين عند الانود والهايدروجين عند الكاثد والبي اتش هتفضل ايه؟ سابتة ليه بقى؟ لان لما هنجمع المعادلتين دول مع بعض هيطلع في الاخر ان المية حصل لها اكسادة واختزال يعني الاتش هيعدل الو اتش مش فاهمين؟ هتلاقيني كاتبلك هنا كابريتات السوديومي اللي يجاعد لك في السؤال شف كده المية حصل لها عملية اكسادة ومية حصل لها عملية اختزال معادلة الاختزال بتاعت المية تنين اتش توقو مع تنين الالكترون يدلنا اتش توقو مع تنين او اتش سلب، انا لازم اساوي عدد الالكترونات المفقودة بالمكتسبة فضربت المعادلة بتاعت اختزال الميا في 2 وجمعت المعادلتين 4 إلكترون مع 4 إلكترون 4j مع 4ó 2h ب4مية تروح مع 4 مية من هنا هتلاقي المعادلة الكلية 2ki2o يدلنا 2ki2 مع o2 يبقى الإتش وال講チ اللي كانوا سبب الحامضية عند الأند والقاعدية عند الكثب يينتج الثابته يبقى ينتج غاز الأكسوجين عند الأند وتظل قيمة rouxxk سابتة في المحلول بشكل عام السؤال رقم 30 آخر سؤال معنا بيقولني أنا عايز أعمل تحليل كهربي لمحلول بروميد السوديوم كل ده صح مع ده أنا عندي هنا N-A موجب مع مية ومعايا B-R سالب مع مية يلا بروميد ومية من يكسب البروميد يبقى تتصاعد أبخرة البروم عند الألود سوديوم ومية من يكسب المية اللي تكسب ويتصاعد غاز الهايدروجين عند الكاثد ويصبح الوسط إيه قاعدي بيقولي جميع العبارات الآتية صحيحة مع ده يتصاعد غاز الأكسوجين عند القطب السالب مفيش أكسوجين تصاعد أصلا يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف دي أصلا مش مظبوطة يتصاعد غاز الهايدروجين عند الكاثد فعلا تصاعد غاز الهايدروجين عند الكاثد لا يحدث التفاعل تلقائيا طبعا دي خلية تحليلية كل التفاعلات بتاعة الخلية التحليلية غير إيه تلقائية يتكون وسط قاعدي عند الكاثد اللي هو 2-OH سالب نتيجة لاختزال الإيه الماء أنا كنت بس بحل بسرعة لأن المفروض أن الأساس بتاع التحليل الكهرابي إحنا خلاص شرحناه تمام؟ فأتمنى تكونوا فهمتوا كل الأمثلة دي بالتوفيق والنجاح دايما إن شاء الله